ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعية واستهل مدبولي الاجتماع بتوجيه التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وخلال الاجتماع تطرق مدبولي إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة مؤكدا أن الاليات التي تتضمنها سيكون لها أثر إيجابية يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلية وعنصر جذب للاستثمار الأجنبية كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في نشاط الاقتصادية ذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبنها الدولة المصرية وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بالوثيقة حتى يتسنى الإسراع في إطلاقها في أقرب وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر شكرا